بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي مرحبا بكم من جديد في القصر السعيد مع حلقة جديدة من برنامج فروسية يوم الأحد 15 جوان أدركنا الجولة 38 من برنامج السباقات لسنة 2014 لكن في الحقيقة الجولة هذه هي الجولة الختمية لبرنامج السباقات لسنة 2013-2014 نمشي مباشرة للسباق الأول نمشي مباشرة لسنة 2014-2014 نمشي مباشرة لسنة 2014-2014 السباقات لسنة 2014-2014 نمشي مباشرة لسنة 2014-2014 نمشي مباشرة لسنة 2014-2014 نمشي مباشرة لسنة 2014-2014 نمشي مباشرة لسنة 2014-2014 اشتركوا في القناة النجم نعتبره هو سباق سيكمال السكح سيكمال السكح عنده ثلاثة فرصات عمله ديفيلي الأولى والثانية والربعة وبالتالي هكا مرة أخرى يثبت هذا الرجل أنه من خيرة المربين في تونس والنتيجة كانت على النحو التالي دوس اللي هي معناها ما صار لها حادث ما تعدتش في الجرون بري بتاع الرئيس جاءت في المرتبة الخامسة وبعدها دعاء الكروان وبعد دبكة وبعد شعير هذي السباق الأول كيف يحصل قلنا مباشرة بعد يوم الأحد ذي اللي فات بش يدخل قصر السعيد في إجازة طويلة لمدة حوالي ثلاثة أشهر الإجازة هذية بطبيعة الحال ثم شهر جويليا ولو شهر رمضان وشالله مبروك على الناس الكل هذا كشهر راحة ولو أنه المدربين حسب رأي ما يرتحوش دي ما يخدموا لكن ثم راحة وقصر السعيد حسب ما سمعنا مش يشهد بعض الأصلاحات خاصة على مستوى البيست وإن شاء الله نشكرهم على الشيء اللي مش يقوموا به هذية بعد ثلاثة شهور وشالله نلقاه قصر السعيد جديد وبيست جديدة وإن شاء الله ندخل الموسم لأنه الموسم مش يبدأ بنسق كبير تساعدي تقريبا كل يوم أحده كل يوم أربعة إما في المكنيسي إما في المستير إما في بن جردان ويوم الأحد في تونس وثم حتى يوم الأربعة في تونس نمشيوا للسباق الثاني الموريت الموريت مزيز وهمت في المترجم بعد ثلاثة شهور شهور وزيو يهو في المترجم يوم الأقاص الموريت مزيز وزيز 为什么 الذي يريد في المترجم سهور Bikkara a suivi elle-même d'Eshili à distance. Le train est soutenu au passage des 1200 mètres avec El-Mouriyat en tête, une longueur devant El-Rabaha, qui commence à se rapprocher du leader à 1000 mètres de l'arrivée. El-Mouriyat, toujours en tête, à la corde, suivi d'Eshili qui a des ressources, tandis que Rabaha est en position d'attente en troisième position. الإسلامة على التقالية التعليق مع معرفة إزادة، وبسلام الأشرار في السعرة أنه يدفعي، وينسأل مناطق الجيل. إزادة الآن لنسى الأشرار والموريط وينبدأ في مرض فالتبعر، في ساجة الأشرار الطذية إلى التعليق معرفة إزادة الموريط، أقام بالرقى، ومنبدأ سادة العلية التعليق بالعمر للقرية ولنسوا والدرجات في حسن الجيلية مزيدة البداية، المريئة، تدس أن القهران يومها فيث مرابقه أيضا وقال ثلاثة مكتب له مرابقه على سهر الحر حول السحيلي كالتقال المريئة تکمتب الآن المريئة، الشارعان الغربية هاد سعيدة المريئة وأبدا الآن أميليغية مع كالتقال الوصول المريئة، شعرت في معجب Umm سائل المريئة، في الفقه أصنع المرابقه علي سعيدة إلى مرابقه في المريئة وأصنع الموريات والرابحة والأسهليك أفضل أفضل الثاني هو المرحوم الثمان الراجح الثمان الراجح هي كما تعرفون من أكبر المدربين الذين يعرفون من قصر السعيد والذين خلالنا أولاد وزادة تقارب قدين يقوموا بمجهود كبير وخاصة سامي ولي هو يدرب في الشرق الثمان هذا كان لصول على النحو التالي الزاوية هي في المرتبة الأولى الموريات في المرتبة الثانية الرابحة في المرتبة الثالثة والسهليك في المرتبة الرابعة الزاوية يركبها الغريسي وفي السباق الأول دوست يركبها الوهابي المكهود السعيدات الق Pang Self السلسلسلت على النساء السعيد للس würde جلوبة مع 4 أو 5 زندقات على المحاولة وضع المحاولة ينحن لك العمل على المحاولة مع المشدة على المحاولة وقالوا في الطلاب على المحاولة في تيلم بعد 1000 mètres El Majd galope toujours librement largement détaché du peloton tandis que Stilem vient attaquer El Shemeli et se place à sa hauteur les chevaux abordent le virage de 800 mètres avec El Majd détaché toujours de plus de 5 longueurs sur Stilem qui est passé en 2ème position suivi d'El Shemeli 3ème et El Moptesem qui vient en 4ème position avec El Ased les chevaux sont en file indienne pour aborder le dernier virage El Majd n'a plus que 3 longueurs d'avance sur Stilem qui s'est rapprochée tandis que Stilem y suit en 3ème position Stilem se rapproche de plus en plus d'El Majd à l'entrée du tournant Stilem vient attaquer El Majd à 150 mètres de l'arrivée Stilem attaque El Majd El Majd et Stilem à la lutte Stilem toujours avec El Majd aux abords du poteau lutte pour la première place El Majd conserve une encolure sur Stilem El Majd est 3ème devant les deux, El Jamour 4ème Le Jouad El Majd est 3ème, le Jouad El Majd est 3ème, le Jouad El Majd est 3ème العكاري هو ركب المجد خذها أطوال طويلة في الأول مشايسر في السباق لكن جاه في الأخر استلام ونزح بشكل أنفس هذا بالنسبة للسباق الثالث أما السباق الرابع فهو البرى هادي إدريس هادي إدريس المرحوم لهادي إدريس وهو من كبار لغروند فجور دقصر السعيد كموربي ديارسي لغروند فجور دقصر السعيد شامسة سيطلسة بعد التعطي وقمت بس أطوالد فجور دقصر وقمت بس أطوالد فجور دقصر سيطلسة في الأخير الغدية في الأخير وقمت بجورد في أطوالد فجور دقصر شامسة devant الخير دربيس qui est venu 3ème avec دبلج et امير ساكت دير en 5ème position دلالعلي vient 6ème à cet instant devant l'إساوي الرمدي شامسة est détachée aux 900 mètres de plusieurs longueurs suivie par الخير en 2ème position tandis que le peloton est emmené par دبلج le long de la corde en compagnie de دربيس qui fait le forcing à cet instant رمدي suit 5ème شامسة maintient toujours son avance de plusieurs longueurs pour passer aux 600 mètres tandis que دربيس est venu très vite en 2ème position devant الخير رمدي qui vient bien à cet instant دربيس dans sa lancée dépasse شامسة lui prend l'avantage suivie de رمدي tandis que بنتموسول commence à se rapprocher avec Amir ساكت دير رمدي se lance à la poursuite de دربيس qui est calé à la corde suivie par l'إساوي au centre et بنتموسول رمدي attaque دربيس qui se défend bien le long de la corde tandis que دبل je reviens un peu dans la course mais رمدي a pris un légère avantage et Cheikh Yé Cheikh termine fort le ramedi a pris l'avantage et a pris l'avantage à Derbess devant Derbess Cheikh Yé Cheikh et l'إساوي والسباق هذا دخل فيه الرمدي في المرتبة الأولى ودربess في المرتبة الثانية وCheikh Yé Cheikh في المرتبة الثالثة والعيساوي في المرتبة الرابعة الرمدي يركب صفيان الربعي مرة أخر ونت عدا وطاوة البرية عبد الحفيظ قدور وهو البرية السيباق الخامس départ de la cinquième course Expressway s'est installé au commandement au premier passage et mène devant Valparaiseau en compagnie de Yolidi tandis que Royal Rose suit en queue de peloton بعد le tournant des écuries Expressway a deux longueurs d'avance sur Iaolidi qui est venu en deuxième position et mène devant Valparaiso dans la montée des 1400 mètres Expressway est toujours en tête de trois longueurs suivies de Iaolidi et précède Diamant qui est venu en troisième position avec Valparaiso quatrième suivi d'Alepapa Iaolidi attaque au 1000 mètres Expressway et vient à une longueur tandis que Diamant suit à trois longueurs en troisième position devant Valparaiso et à l'épapa cinquième à présent la course est lancée Expressway est sollicité Expressway est déjà à la cravache Iaolidi est facile et Diamant est facile également Iaolidi a pris l'avantage suivi par Diamant immédiatement à une longueur à 800 mètres de l'arrivée dans le virage Iaolidi mène d'une longueur devant Diamant qui a toutes ses réserves à 600 mètres de l'arrivée Iaolidi est attaqué par Diamant qui est maintenant à la cravache Iaolidi aborde la ligne droite avec une longueur d'avance et se détache devant Diamant qui est très sollicité Expressway passe troisième devant les papas qui s'est rapproché sur la ligne droite Iaolidi à la borde détachée de deux, trois longueurs devant Diamant en deuxième position à la distance Iaolidi l'emporte de cinq longueurs sur Diamant arrivé Iaolidi Diamant Expressway troisième Royal Rose quatrième J'aiolidi 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 J'aiolide J'aiolidi J'aiolidé إن شاء الله يعني حسب شاهدت وكذا هي حلقة مميزة بطبيعة الحال وختامها مسكوة إن شاء الله معناها تحية إلى أخواننا في الحامة وفي ولاية قبس بشكل عام أما هنا نحب نفتح قوس آخر على القيروين القيروين قاعدين يلوموا قالوا إحنا علش مشاركناش مشاركوش لأنهم عندهم عندهمش جمعيات مشاركة في سناء في الاتحاد المهني المشترك للجوان الجمعيات اللي عندهم ما أبدوش رقبة في المشاركة وبالتالي لا يمكنوا لهم المشاركة لأنه إحنا عنا نظام داخلي أن نمشيوا عليه ونطبقوا فيه الجمعيات والولايات اللي شاركوا لكلهم عملوا الاشتراكات متاحهم وعملوا المطالب متاح الاشتراك وحظروا رواحهم وشاركوا القيروين كانت مو برمجة كنا مش نبرمجوها وعطيناها الأولوية كانت بشكون هي في الحلقة الأولى وفي الحلقة الأخيرة لكن لا حياتها لمن تنادي في القيروين وفي حاجلة بالذات يقولون أنه لا وجود لفرسان فرسان جلس وفاو انتهوا معادي تم حاجة اسمها فرسان جلس ما زال شخص أو شخصين لكن ما تماش جمعيات وما تماش يشكون يأطرهم وما تماش يشكون يشارك بهم وبالتالي حتى للسنة الجاية اللي ما يشاركش السنة في سنة 2014 العام الجاية في سنة 2015 يلجموا يجدد اشتراك في 2014 و2015 بالنسبة ل 2014 انتهاء كل شيء بالنسبة للدورة هذه وتوقع دور ننظموا في البرامج الخيتامية وبالنسبة لفرسان جلسوا للقيروين وليبو حاجلة نقلهم نظموا رواحكم وعملوا جمعيات وينهم أولاد عشور وينهم الشريطية وينهم الجهينات وينهم شوامخ وينهم أولاد كذا أولاد كذا أعملوا جمعيات ونظموا رواحكم ومرحبا بكم في كل وقت ومكانكم موجود لكن غيابكم راهوا لمسؤول عليه لمحمد علي المحرزي ولا الاتحاد المهني المشترك للجواد انتما ما قدمتوش ما عندكمش أشكون يتكلم عليكم وبالتالي نظموا أموركم ومرحبا بكم ونمشيوا طوال السباق الأخير اللي هو سباق جائزة باسم السادق سعيد partez موسيقى 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 يذهب في الشرك ويأتي سيكون الشرك سي borrowed ويشتاباك عن أنت في حالة في حالة وي أدرك أما أنت دادرق في الإميزر وشوش وتشادار على حالة الشرك نتوحى من الزلج على الحالة ترجمة ترجمة نانسي قنقر ومشهود لهم بالكفاءة ومشهود لهم باللي هما ساهم ومساهمة فعالة وكبيرة في ميدان السباقات في تونس وبالتالي يعني شيء من معتاه ولا يستغربوا والصدق سعيد كيف يكون هو صاحب الجايزة هذية ماهوش غريب وما حتى حد ما عنده كلم تعليق على هذا بعد ما شفنا السباق هذية اللي فاز فيه شارق كالعادة وشارق أثبت مرة أخرى أنه هو البطل في الموسمين هذوم التيلانين وأثبت أنه كما يقول مولاه صاحبه بنفرج يقول حصاني جهز ونحب نجري في الخارج وبالتالي الحصان هذية يظهر لي احنا ماذا بينا توى نطلع بالسباقات متاعنا من المستوى المحلي نلعبوا في الحومة إذا ما نخرجوا لبرة عنا توجواد ممتاز وعنا مالك يعني مستعد وعنا مدرب ممتاز عندك برنامج متاع الخارج للبرة مثلا للحصان؟ برنامج إذا البرنامج بتبيعه شامبيون يجبوا بش يمشي لكن أعطينا شكون المسؤول بش يهول بش يتكلم ويعلمنا نحن ونحن نكونوا جاهزين نحضروا عصانا ويخرج لبرة ما منشدوش نحن بش شرف راية تونس منشدوش والحصان يزموا يخرج والحصان حاضر بري جاهز في المنسبات الكبرى جاهز سلقاه حاضر نحبوا نشوفوا المستوى متاعنا على المستوى العالمي وين احنا وصلنا في الليل وفاج متاعنا احنا طوى عنا العناصر اللي تسمح لنا باش نمشيوا ونجربوا رواحنا أقبل احنا ونارتين حكاية حليم وما جريش في وقته وما لقيناش الكوراج أيضا قبله كان العكرمي اليوم ثم حصان موجود يلزم يظهر لي يلزم تتال كل الجهود أجي وراها الأحصان هذية لأنه على ظهره هو النجم ببعد النجم كل تستفيد الناس كل تستفيد إذا الأحصان هذا ينجح في الخارج وحسب مرة وحسب ما شفنا الأحصان هذا عنده إنبوانت إكسراورديناير في الدسومتر أحصان عمره ما يهز الكورسة هو يقعد يعني يخنص فك ثلاثة أربعة بلا يسلو لنين وبعد في الدسومتر يعني مستعد تقريبا نحسب معرفة المتواضعة ينجم يحرق أي حصان قدامه وبالتالي لابد من استغلال الفرصة هذية فيما يخص السباق هذا فاز فيه الثاني هو زاد الراكب وفاز فيه بالمرتبة الثالثة مفاجأة مرة أخرى من دامي ياسر دامي ياسر هذا حصان أثبت زاده عنده بوانت هاي لا ياسر لكن ربما نشوف اللي حصان هذا دامي ياسر لكن سي جميل مقدم هو زاده أيضا دامي ياسر اللي حضر لحصان هذا يو جيبو والمرتبة الرابعة كانت اللي شهدار وبعدو لحصان أذكر دعوان سيس 오يون نحن فيه محاولات المساعدة يجبوه في قلحزين بنتلسايل ودابكا يسعدون ذلك دوالكاروان يسيقى من خلقًا في دوس وطفان وشعار بنتلسايل يصدق من خلحزين بنتلسايل دابكا يسهر من خلقًا وطفانا دوس يسعدون بحصان أخرى دوال كاروين ازباع والدهوز يحصل على الموضوع دوال كاروين ودهوز يعيش على محلقة على المنتهج البريرين دوال كاروين تيد دوال كاروين المريئة في العلج يلمس بعد قائع التطور في سيئويا سيطرة التطور في قائع سيئويا عدتك المعارضة في المعارضة 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 المع قطع الألمريت ، عرابة و هسهيلية يحفل على 4 مرة على الحاجة الأنهالية و كاراية العربية المجد على 3 مرة قace على الثاليام وتشجميل في حقيقه إنما نتخل على 3 مرة استلم يتalleyر اثير تعلق الأ行了 استلم يتغل ألماية استيلم يجب أن تقعين أ20 finished مع الطابال في الأدل الهنداء استيلم دعون أمه kang المجد because استيلم يجب أن. استيلم كان med الس fermented آج خرب أسباب سيت الديف مجد architect Для المجد في الفتي المجد يجب أن يجب أن تقل من ال� instability مع في الجديد حامل أصب يا رمزي من الأعزال شامل أصبحت لسنعيد ورمزي وحامل أصبحت لسنعيد حامل جيد أصبحت لسنعيد رمزي قليلاة تعيد ومدس يحضر وهو بجزا ورمات بجزة إليها أفضل لربجوات في القراء الثاني لربجوات أوليد تمام prendre 2, 3 Longueur devant Diamant en 2ème position à la distance. ویأولیدی الأمورة ل5 Longueur sur Diamant. أراد ویأولیدی دیامونات الشركاء زهدركب يأتي بشرك يأتي بشرك يأتي بلاستخدم شركاء يأتي بلاستخدم ليس من بعد مدراتي يتذح وزهدركب سيدي بدمييسر شوش وزهدار على المدراتي شارك نتمن ديتاشي دزيد الركب sur la ligne droite toujours على لت شارك qui se détache devant زيد الركب دمي يسر شهدار بعد السباقات هذه ما بقالنا كانت تتوى تمشي وترتاح وإن شاء الله رمضان كريم ونقولوا والله وأكرم وموعدنا في المستير وموعدنا في بنجردين وموعدنا في تونس في شهر سبتمبر إن شاء الله وإن شاء الله بعد ما اتمم الاصلاحات التي بنا تعليهم وهكذا سيداتي سادتي نكون قد وصلنا إلى حلقة اليوم من برنامج فروسيات تحياتي ورمضان مبروك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة